الذي يجري في بلدة قباطيا يارا هو حدث معقد جدا في فترته الزمنية منذ ساعات منتصف ظهيرة هذا اليوم وحتى هذه اللحظة يواصل جيش الاحتلال عملية عسكرية تدخل نطاق الساعة العاشرة على التوالي في حصار عدة منازل الدفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية إعدام ثلاثة أربعة مقاتلين فلسطينيين بعد حصار منزل وتفجير آخر وهدم آخر وإحراق آخر ومداهمة عدد من المنازل المحيطة بالمنطقة المستهدفة في بلدة قباطيا إلى الجنوب من مدينة جينين شمال الضفة الغربية يضاف إلى هذا المشهد إلى أن التواقم الميدانية تمكنت من إخلاء عدد كبير من الطلبة من داخل مدرسة عزة أبو الرب ومديرية التربية والتعليم هنا في بلدة قباطيا إلى الجنوب من مدينة جينين حاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمع المدارس في محيط المنطقة المستهدفة بالبلدة وعلى إثرها كان هناك على الأقل ألف ومائتين طالب وموظف محاصرين داخل هذه المدارس وهذه المؤسسات التابعة لوزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى أن تصريحات قبل قليل صدرت عن بلدية قباطيا تؤكد على إبقاء حصار الاحتلال لـ 32 من العاملين داخل بلدية قباطيا في هذه اللحظات حتى هذه اللحظة لم ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي التطور اللافت خلال الساعات الثلاث الماضية هو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مركبة وأدى ذلك لاستشهاد مقاتل فلسطيني عقب الاشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي اشتباكات عنيفة تشهدها البلدة بين فينة وأخرى واستهدافات بالعبوات الناس فتستهدف الآليات والعربات العسكرية بالإضافة إلى عدد كبير من الإصابات يجري التعامل معه داخل المنازل في نطاقات شوارع البلدة حتى هذه اللحظة يمكن إجمال هذه العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بلغة الأرقام ستة شهداء أربعة منهم احتجز الاحتلال جثمينهم عقب التنكيل بهم وإلقائهم من فوق سطح المنزل الذي قتلهم بداخله بالإضافة إلى أن جرافات الاحتلال قامت بالتنكيل بهم وقبل قليل وردتنا معلومات بأن الاحتلال وضع الشهداء الأربعة من أصل ستة شهداء داخل إحدى الجرافات وقام بالتوجه بها إلى حاجز موفيدوتان إلى الجنوب من مدينة جنين لربما قد تكون مؤشرات للانسحاب هناك شهيدان شهيد في قصف المركبة وهو مقاتل فلسطيني وهناك شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الرأس في منطقة الأطراف الشرقية من البلدة بالإضافة إلى أن هناك حالة اعتقال واحدة ومداهمة أربعة منازل على الأقل تم استهدافها بالقصف والهدم والتفجير والحرق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما يواصل الاحتلال تموضعات لقناصة الاحتلال كان يوما صعبا حقيقة يارى على التواقم الصحفية التي يعني واجهت التعرض لعمليات إطلاق نيران دقيقة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة مواقع سواء في محيط المنزل المحاصر أو الشارع الرئيسي قرب ما يعرف بتجمع البنوك في بلدة خباطيا أو على أسطح المنازل حيث تم إطلاق القنابل الغازية وتنفيذ عمليات إطلاق نيران باتجاه التواقم الصحفية ومنها فريق الغد شكرا جزيلا لك من جنين مراسل الغد خالد بدير شكرا لك ترجمة نانسي قنقر